السلام عليكم. النهاردة جروسري هول او مشتريات الاسبوع من السفور ماركت. في سفور ماركت جديد فتح. ومنتجاته رخيصة جدا. فحبيت اجرب شوية حاجات من هناك كده. واقول لكم كمان اسعارها. اول حاجة انا جبت اللي هو الرايس كيك دوت او اللي هي اه اه اسمها اي اه اسمها ريس كيك. اللي هي كيكة الارز المنفوش يعني بياخدوا الرز دا و بيفشروه زي الفشار كده. وبعدين بيجمعوه. ده مع مع السمسم و ده غير مملح. دي من اه اه اين هي معظم البلدان اللي متصنع فيها الحاجات دي اه بلدان اوروبية. فده صنعة في هولندا في هولندا و دي كانت بتالتة درهم اه وشوية مش فاكرة بالزبط يعني بس اه في الحدود دي يعني يمكن اقصى حاجة بعض درهم. اه في الحليب داد. اه فين? اه بلد المنشأ اه صنعة فيه بولندا اه برضو ده كان باتنين درهم خانسة وتسعين طبعا ده رخيص قوي فمش عارفة هيبقى ايه بس هجرب. اه نشوف ايه الاخبار بتاعته. ودي اللانشات بوكس او اه السنديق بتاعت التلاجة ممكن نستخدمها التلاجة او تستخدمها كالانشات بوكس للولاد. فانا جبت اتنين جبت البامبي وجبت كمان اه الاخدر ده. يعني الوطة بتاعها اغدر كده. وهي شفافة اه الوطة بتلاتة درهم وشوية. هحطلكوا صورة للشيتز بتاعت الاسعار في الاكر عشان اللي عايز يعرف الاسعار بالزبط. اه اه هنا سكر. اه السكر ده من المركة اسمها اما. اه المركة دي اه ما في حاجات كتير منها اه هناك. تمام? انا عايزة بس اعرف لكم هي منين بلد المنشأ ا اماراتية. قويس. دي تلاتة اماراتية. تمام? اه لاتنين كيلو. عادة احنا بنجيب الاثمين كيلو بستتضرهم او حاجة زي كده. دي باربعة برهان. تمام? جبت كمان اه الايطاليان دريسين ده للسلطة. اه مكونات و بصل و اه بابريكا و اه عشاب. اه تقريبا كده دي روزماري او حاجة زي كده. انا لسه ما تجربتهش ما تضقتهش فمش عارفة صراحة. كمان جبت اه من نفس اللي هي ايما دي. جبت الزيت ده. الزيت ده باتنين خمسة وتسعين ده لتر. فانا جبت لترين. اتنين خمسة وتسعين يعني اه لا مش باتنين خمسة وتسعين. بتلاتة خمسة وتسعين. يعني اتنين تقريبا بتمان بستة تمانية. تمانية درهم. اه يعتبر رخيص يعني. اه جبت كمان اه خل ابيض. كنت محتاجة. اه اللعبوة دي ب درهم خمسة وتسعين. تمام. دي صنع اماراتي. هنا في بقى شوية حاجات للولاد. اه كانت بنتي معي. يعني ما قدرتش احكمها خالص. فجابت اللي هي السورلين ويفر دي. اه ودي تقريبا مش عارفة ما كان البلد اللي انشق برضه. اه دي طلعت اه من صنعه في بولندا. تمام. اه جبت انا البودنج دي. اكياس البودنج دي كانت بدرهم اه درهم اه درهم خمسة وخمسين فلس. ودي من بولندا. جبت اتنين فانيليا. تمام. اه جابت برضو هي اخترت ده. حاجة كده زي ال ام ان امز. اه كانت بثلاتة درهم اه حاجة كده مش فكرة بالزبط السعر. اه اه اخترت الكوكيز دي براونيز كوكيز. اه دي كانت بتلاتة درهم بس هي كبيرة يعني. تمام. جبت كمان اه عصير اه تفاح. اه اوسع بس مكان. عشان تشوفها. جبت عصير التفاح دوت ده ده لتر. اه بدرهم اه اه خمسة وخمسين. وجبت الكورنفليكس ده. اه كورنفليكس محشي غاناليا. اه اه بكام بستة درهم بستة درهم ونف. ستة درهم ونف. ستة درهم ونف. ستة درهم ونف. سحاول اتذكر لان انا زاكرة عندي بايزة خالص. بس هي اسعارهم مرخيصة جدا. وده منتج من بولندا برضو. ونشوف بقية الحاجة عشان افضل مكان. اه الجزء التاني وتقريبا الاخير يعني. اه اه جبت جبنة القشكوان دي بكم? بتمانية درهم. اه اه الجبنة دي برضو تقريبا من بولندي. اه لا دي تركية. منشقة تركية. اه جبت الازايز دي كد درهمين خمسة وتسعين. اه جبت ستة ازايز او درهمين ونفص مش فاكرة مش متذكر انتو ه هصور لكم الشيت وحطه لكم على الفيديو. على صورة الفيديو. تمام? عشان اللي عايزي يشوف السعر بالزبط يعرف. تمام? اه جبت ستة ازايز. جبت نفس العصير العصير اللي انا ورد هوركو التفاح. نفس المركة. اه اللي هي كانت بدرهم خمسة وخمسين. جبت منها اه كتير فواكه. وجبت برطقان وجبت اناناس اه اه اسمه ايرمون. اه وبعدين في العرض دلتع اه اه شوكولاتة اه كريم او اه شوكولاتة وبندق و كريم. اه اربعة مع بعض كده اربعة دول بي تلاتة خمسة و اه اه خمسة وسبعين خمسة وتسعين. ودول مع بعض دي حاجة تانية. ده زي اه اه اسمها اي? فونتانيني. فونتانيني. فونتانيني دي لايك ويز فريش تشيز. اي دون نو. مش عارفة يعني اه فريش تشيز اي ما علينا. هي مرسم عليها موز فانا اه تخيلت انها. مش دي تشيز برد. دي كمي تشيز. اه 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 اصد هو زبادي بالموز اه هو يوجرت. اه هم اه اه حضرتك يعني الانسة بنتي هي اللي اختارت الحاجات دي فانا ما اقارتش يعني اه اه ما اقارتش صراحة. مجدبش عليكم. اه دي كلها تقليبا برضو تلاتة خمسة وسبعين او خمسة وسبعين. جابت الموز وجابت اه اه الفراولة. ده اللي هي اختارته يعني سليلة. وبعدين عندي هنا اه الشامبو. ده شامبو. ده شامبو ده. اه هناك ده ماتين وخمسين ميلي. اه بردو. اه بستة خمسة وتسعين او ستة ومف حاجة زي كده. وده بتاعه. اه ده بالكيراتين. تمام. وفي سيز فري وحاجات كده. اه جبت كمان شاور جيل بريحة الخوخ او بريحة الخوخ هنا. لقيته اه ريحته حلوة. اه ده اه من اسبانيا. وكان بتلاتة خمسة وتسعين. تلاتة درهم خمسة وتسعين. المفاجأة بقى اللي انا جبتها ويعني مبسوطة منها قوي. ده. الرز. جبت الرز ببسمتي دول عشرة كيلو. دول عشرة كيلو. العشرة كيلو دول. اه الكيلو بدرهمين وتمانين معلش هنا في شوية موعين اه نضيفة مفاش حاجة يعني. في لطبق كيك كنت عملان. هوريلكوا الفيديو بتاعه قريب يعني هينظر. اه كيلو بتنين درهم وتمانين مع عشر كيلو يعني ده د بتمانية وعشرين درهم طبعا. ده سعر ده خرافي مش. لا يدافس يعني. اه وفي زيه ليس بس نتي في زي رز أبيض. رز أبيض أنا جبت برضو واحدة. رز أبيض كيلو بتاعها باتنين درهم وعشرين. يعني العشرة كيلو باتنين وعشرين درهم. وجبت كمان المسحوق ده بتاعهم اسمه فراش يونيفرسل. مش عارفها ده منين بالضبط بس دور خمسة كيلو. خمسة كيلو فين? خمسة كيلو اهي. خمسة كيلو باربعتاشر درهم. يعني اهان مش يعني سعر لا ينافس ما علينا. اه فده اللي انا جدتو المرة دي. يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. باي باي.